بيربيها الدكتور فهيم إيش لو ما خلصت في بالنا هالفكرة؟ كيف ما إيجا ببالنا نظغر المطعم شوي؟ لش أنتو عقلكم معكم اللي هتخطر ببالكم؟ حزير طلعين حولك أنت على أساس أنت اللي عقلك معك؟ وين تلعن عقلك وقت اللي اقترح الدكتور هدا الفكرة؟ يا ستي ومين قالك إنو أنا عقلي معي؟ لش أستاذ محمود مين أخذ عقلك؟ مع أنه بصراحة أنا بعرف مين أخذ عقله إلا مين أخذ عقله؟ لك تضربي إنتي ولي بيحكي إليك سر؟ إيوة؟ شو إيوة؟ والله ما بنحكي إليك سر؟ خلص حكيلي سرك ببير لك تضربي إنتي الثانية؟ شو سربي بير؟ لك هات سري أنا؟ شو هل حكي؟ يعني سرك ما بنحكي غير اللي مادلين خاله؟ حبيبتي أنا ويام ربايين سوا من الابتدائي لهلأ للجامعة انتو شو حجرك بيناتنا؟ ولا تضربي منك إلو لك شفتو؟ شفتو كيف طقوا برغي الدكتور للدكتور صياح؟ والله العظيم ما هو حق أساساً الدكتور صياح ما بيعتمد على رأيي كل يوم رأي هو شكل لبك نصط الله بالتخرج لك مو قصة رأيي تحسيه مواسق من معلوماته مدري من وين ما تخرج هالزلم؟ هلأ كلاتنا بنعرف كيف فات على الجامعة وكيف تخرج منه وكيف سافر وكيف رجع الدكتور بالجامعة ياسدتي أنا يلي بحرك؟ لكن ليش عم تساء؟ هلأ شلونا من هالحاكي إنتي وياه خلونا نعرف نتفق مش عن المشروع مش عن نجيب الغراض والماكات نحشعة والغراض إذا بتكون أنا من بكرة الصبح جاهزة تعرفي شو؟ خايف أهلك يتدايقوا سكوت مش عن الله هلأ أهلي بدون ندايقوا منك؟ ما أنت ربيان عنا بالبيت هلأ أنت متأكدة إنه غرفتك بتكفينا؟ كرمان نفرت كراكيبنا وغراضنا ونعرف نعمل المشروع مزبوط طبعاً بتكفينا منزيح التخط على الحات ومنجيب طاولة كبيرة ومنعمل عليها الشغل كله فكرة حلوة أنا حخلي بابا يجيب إنا بكرة كل الأغراض أوكي ونحنا منتقسم كل شي بيطلع علينا فين بعضنا؟ ما في أشي تفضلوا خلينا نمشي يا جماعة يا جماعة خلوني أحكي كلمتين واللمها المناقشة اللي بقى لطعمي سمحوا لي وبدون إنحياز دا حدا خلونا نحكي عن حال لا عن حال لو بس تفضل تفضل إيه بس لاك مطمئ بالحكي لو شو نحنا منعتبر حالنا نخبي فنان تشكيلي حقوقي خريج تاريخ خريج أدب إنجليزي وبكرة يمكن أبو شاهر ينضم يرجع للشتلة بعد ما ترك الوزارة إيه لا أه سيدي أبو شاهر ما ترك الوزارة هني تركوا إياه أبو حمود شبه هد شوي خلي الرجال يكمل حديثه كمل أبو الاتصالات طيب سيدي بعد ما تركوا الوزارة وأنا شاعر ها كل هاللف والدوران منشان يوصل لعند حاله ويقول أنا شاعر لا وباحث تاريخي كمان وأول من اكتشف دكة هارولو الرشيد أبو محمود تلك خلصنا بقى تركوا يكمل كمل يا أخي أمرك أبو محمود منت علينا يا سيدي أنا لا شاعر ولا باحث تاريخي ها هيك أحكي أحكي مثل ما بيحكوا الناس طيب إذا كنا نحنا دارسين ومتعلمين وما في واحد من بيناتنا معه شهادة أقل من جامعي ما عم نحسن نتناقش ولا نتوصل لشي أو نتفاهم على شي شو يعملوا الناس المسطاءة؟ معناها بيتبقوا بعضن إذا قعدوا بشي نقاش مو هي؟ ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك يا أستاذ منتصير أحسنت كلامك جواهر جواهر؟ بلا؟ وين الجواهر؟ ماني شايف جواهر؟ ليش المسطاء؟ عندن ماركات مثلكم؟ حلا هيطلع معك نحنا ماركات؟ لا مو ماركاته بس عاهات كمان محمود؟ ادي عليك وقول ربي يبعت لك واحد لسان وأطول من لسانك ويشتغل فيك لحتى تعرف في حالك قديش عم تشتغل بالناس؟ كمل أخي كمل الله يرضى عليك كمل أنا عم حاول أوصل لأصول مدروسة لنقاشنا شلون يعني؟ يعني نحنا عم نطمن حديث لحديث قبل ما نوصل لأي نتيجة نحنا بدينا بحديث وتفرعنا منه لفرع جديد صحيح وبعدين هذا الفرع الجديد تفرعنا منه كمان لفرع تاني وما وصلنا للنتيجة ونسينا أساساً أصل حديثي اللي بدينا فيه واختلفنا عليه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر